أهلاً وسهلاً بحضراتكم جميل جداً أن نمتلك الحج المطلوب من الزكاء العاطفي حتى ننجح في حياتنا الشخصية وننهض أيضاً في حياتنا العملية من المهم جداً لحضراتكم ولكل من يلتحق بمجال القيادة الإدارية أي مكان موقعه أو موضعه أن يمتلك سمات وصفات أكيد في نظريات علم الإدارة في كلام كتير جداً وفي أبعاد بعضها بيكمل بعضه البعض بعضها يرتبط بعلاقات تفاعلية بين الرئيس والمرؤوسين وبين المرؤوسين وبعضهم بعض بعضها في علاقات شبكية وبعضها في علاقات الذي يأمر لينفز أمره كأنه نمط من ألمات الإدارة نمط تسلطي، نمط ديكتاتوري إن أريكم إلا ما أرى هذه السمات وهذه الصفات الرئيسة التي يجب أن تكون موجودة لدى القيادة الإدارية أو موجود معظمها لدى حضراتكم علينا أن نركز فيها ونربطها بالزكاء العاطفي والزكاء الوجداني بشكل عام الطموح والحماس في مقابل الفطور وعدم الاهتمام تخيل أنك مهزوم نفسياً تخيل والحرب النفسية حرب قائمة في المجتمعات وفي الدول وفي الصراع في ظل الحروب الباردة بشتغل الإعلام على أن الشعوب تبقى نايمة وما تتحركش ومشغولة بلقمة العيش على حساب الحماس والطموح في الإبداع والنهوض والانتماء للأمة والدولة والمجتمع الذي يعيش فيه وللمؤسسة اللي بشتغل فيها ما يبيعهاش كده من أول لحظة فالطموح والحماس يجب أن يكون موجود لدى القائد المنهجية في التفكير معناها العقل السليم في الجسم السليم معناها أن لديه القدرة على أن يفكر تخيل واحد متوتر، واحد مرعوب، واحد خايف طول الليل والنهار إصابات هنا وإصابات هنا جائحة كورونا فيروس بينتشر في الشركة عن أي منهجية في التفكير هنتحدث لا حديث عن منهجية التفكير وإنما عن خوف والخوف لا يمكن أن ينسجب معه منهجية التفكير التوازن النفسي والقدرة على ضبط الانفعالات والمشاعر والمرونة في التعامل مع الأمور كلها مفردات موجودة في الزكاء العطفي على فكرة إذن المرونة الزهنية مع منهجية التفكير ضمن السمات والصفات التي يجب أن تكون موجودة لدى القائد الشفافية لا حديث عن غموض ولا حديث ما حدش يجي هنا ما حدش يعرف وهو هتقول لحد لا فيه شفافية والشفافية تعني القدرة على أن يتحمل الجميع المسئولية وقدرة حضرتك أنك تتحمل مسئولية ما تهربش لماذا لا توجد شفافية لأنه بقى فيه فساد في المؤسسة لماذا لا توجد شفافية لأنه فيه مدير متردد وخائف من أنه يعني أمام أزمة أمام مشكلة المبادرة المبادر دائما يجب أن يكون موجود في سياق العمل المؤسسي كمدير أو كمسئول المبادرة يبادر دائما إذا أردت أن تكون إمامي فكن أمامي فاكرين في أول حلقة وفي أول مقدمة ونتحدث فيها عن محاور هذا البرنامج وتلك الدورة التوازن النفسي أمر في غاية الأهمية التوازن النفسي ما يبقاش منفعل في أوقات ومنبطح في أوقات أخرى يتوازن وقت الضحك يضحق وقت الحزن يحزن يراعي مشاعر الناس لديه سواء نفسي متوازن مع نفسه وصادق مع نفسه واثق من نفسه الثقة بالنفس مكتسبة وغالبها يرتبط بالبيئة وبالتربية وتربية الأب والأم والبيئة المحيطة أما التعالي والغرور وغيرها هذا أيضا يأتي من خلال سياق البيئة سواء كان أب أو أمة أو بيئة محيطة أو مجال العمل وبالتالي نريد من قائدنا ونريد من مؤسستنا في مجال القيادة ومن حضراتكم اللي بيتابعوا معنا أن يكون لديه القدرة على أن يكون واثقا من نفسه الثقة بالنفس يسبقها الثقة بالرب سبحانه وتعالى الثقة بالله تجعلك دائما واثق من نفسك هذه كلها أمور مهمة جدا مع هذا وذاك لابد من الحزم ومن الجدية ولابد من الوج والتعامل فبما رحمة من الله لنت لهم اللين أمر مهم جدا ثم الاستقامة وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم الاستقامة أمر مهم جدا اهدنا الصراط المستقيم مدير المستقيم هيبقى اللي باعده في الصف الثاني مستقيم مدير العوج اللي هيبقى اللي وراه زيه بيقلده أو إما أنه يبقى ناقم عليه لو هو كويس الصف الثاني يعني لو المدير مش كويس اللي وراه يبقى ناقم عليه إمتى يمشي بقى أو إمتى يرحل عنه هنا المدير أو القائد أحباء الكرام الذي نريده هو أمين لديه أمانة ولديه مرونة ولديه قدرة وثقة في الآخرين السمات والصفات التي طرحناها ما بين طموح وبين مرونة وبين ثقة بالنفس وثقة بالله ومبادرة ومبادئة وتوازن نفسي وأمانة وغيرها كلها مفردات بتستمد من سمات أصحاب الزكاء العاطفي الذي يجب أن يكون عرفت أن الزكي عاطفيا من المؤكد أنه يصلح بالدرجة الأولى أن يكون قائدا أحيانا أو مديرا في عمله وسنرى الفرق بين المدير والقائد وعلاقة الاثنين بالزكاء العقلي والزكاء العاطفي نكمل سويا في أمان الله نلتقي على الخير